تستمر الأمم المتحدة في تكثيف جهودها لمنع سيطرة الشرعية والتحالف على ميناء الحديدة وتسعى لإنجاح خطتها التي تقضي بإشرافها على الميناء مقابل إيقاف الحرب على المدينة التي تقودها الشرعية بدعم من الإمارات ورغم تأكيد مصادر دبلوماسية على أن ميليشيا الحوثي أبدت استعدادها لدراسة المقترح الأممي إلا أنه لوجود لمؤشرات عملية على نجاح مهمة المبعوث الأممي اليمن مارتين غريفث والذي زار صنعاء مرتين خلال الشهر الحالي في محاولة منه لإقناع ميليشيا الحوثي بتسليم الميناء مقابل توقف اقتحام الحديدة عسكريا كان وزير الخارجية خالد اليماني قد أوضح أن الشرعية وصلت مع المجتمع الدولي إلى تفهمات بشأن تحرير مدينة الحديدة ومع ذلك فإن الجهود الدولية مستمرة للضغط على إيقاف الحرب فيها ومن المتوقع أن يناقش اكتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في الحديدة والمعارك الدائرة فيها ودعم خطة المبعوث الأممي بشأن مينائها مصادر دبلوماسية أكدت مشاركة المبعوث الأممي في الاجتماع الأوروبي الذي سينعقد غدل الاثنين في لكسنبورغ وأفق تلك المصادر فإن المبعوث الأممي سوف يقدم للأوروبيين تقريرا لخلاصة مباحثاته مع الأطراف اليمنية ومقترحاته بشأن ميناء الحديدة المعطيات الميدانية والسياسية تشير إلى وجود صراع دبلوماسي أوروبي وخليجي حول حسم معركة الحديدة ففي الوقت الذي تكثف فيه الأمم المتحدة جهودها من أجل تسوية تجعل الميناء تحت إشرافها تؤكد الشرعية على أن المجتمع الدولي أصبح يدرك أن بقاء الميناء بيد ميليشيا الحوثي يمثل خطورة على الأمن الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر